السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة وبدون مقدمات أحبكم جميعا في قلبي أنتم دائما من خلال صيامك أنت تستهلك سعرات حرارية يوميا وهذا يساعدك على استقرار مستوى السكر في الدم وتقليل السعرات الحرارية بشكل طبيعي مما يؤدي إلى فقدان وحرق الدهون وفقدان الوزن الزائد بشكل مثير للاهتمام أنت تحصل على الفوائد من خلال بقاء جسمك لفترة طويلة دون طعام وهذه ليست مشكلة فأنت بإمكانك تناول الأطعم الشهية واللذيذة خلال فترة الإفطار أربع أشياء يجب أن تكون موجودة حتى ينجح الصيام معك إعلانات تجارية وإعلانات تحيط بك طوال ساعات النهار والليل تذكرك بأنواع عديدة من الأطعمة لقد أحدث هذا الضخ المستمر تأثيرا والدراسات تشير إلى أن أكثر من نصف البالغين وعلى مدار الأيام خلال أشهر السنة يتناولون الطعام لمدة 15 ساعة أو أكثر كل يوم هم يتناولون الطعام منذ شروق الشمس حتى وقت النوم وجبات عديدة كبيرة وصغيرة وسناكات ونقرشات هذا يجعل مستويات الإنسولين مرتفعة وهذه حالة تعزز تخزين الدهون وتمنى حرقها وفي شهر رمضان عدد كبير من الأشخاص يتناول الطعام من وقت الإفطار حتى وقت السحور والمفارقة هي أنك كل ما بدأت بتناول الطعام بشكل متكرر فإنك ستشعر بالجوع طوال الوقت أنت عندما تتناول حتى ولو لقيمات صغيرة من الطعام فإن هذه اللقيمات ستنشط أجزاء من دماغك مما يسبب لك الشعور بالجوع وهذا يجعلك ترغب بالاستمرار بتناول الطعام فكما هو الحال في الصيام المتقطع وتناول وجبتين خلال اليوم بفاصل 6 إلى 8 ساعات مثلا فإن صيام شهر رمضان المبارك بشكل صحيح يقلل من إشارات الجوع ويثبت مستوى السكر في الدم ويقلل الشهية والرغبة بتناول الطعام وهذا هو ما ترغب بالوصود إليه أن تصل إلى مرحلة التحكم بالجوع خلال ساعات الصيام وعدم التفكير بالطعام أو الرغبة بتناول الطعام ذكرت أن مجرد تناول الطعام يحفز شهيتك ولكن عليك أن تعرف بأن بعض الأطعمة تزيد من رغبتك في تناول الطعام أكثر من غيرها هناك أطعمة محفزة للرغبة الشديدة هي الأطعمة التي تضيء كيمياء الدماغ في منطقة اسمها مركز المتعة تذكر عندما تناولت قطع من الشوكولا في الماضي حتى لو أن طعم الشوكولا ليس لذيذا فأنت تواصل تناول تلك القطع بأكملها هي تحفز الرغبة الشديدة مع أن طعمها لم يكن لذيذا لكن دماغك تلقى رسالة تقول هذا طعام جيد استمر في تناوله كي تتجنب الوقوع في هذه المشكلة الجدية تجنب تناول الأطعمة المكررة وخاصة الأطعمة التي تجمع بين سكريات أو كربوهايدريت مكررة مع دهون وملح يجب أن تعلم منذ اليوم أن هذا المزيج من الطعام يسبب الإدمان بشكل كبير للأسف هذه الأطعمة يجب أن تمتنع عن تناولها خلال فترة الإفطار في وجباتك وعقلك سينساها عندما تقرر ذلك وتبتعد عنها في البداية سيطلب عقلك منك الاستمرار في تناولها لأنه يحبها باستمراريتك وإرادتك سينساها طيب ما هي الأطعمة التي تعتبر محفزات رغبة شديدة الأطعمة التي تعتبر محفزات رغبة شديدة هي الشيبس، رقائق البطاطا، الكعك، الحلويات، المعجنات، الفطائر، الخبز، الماكرونة قوالب الطاقة المحلات، العصائر، والمشروبات الغازية تصور أن أكثر من خمسين بالمئة من السعرات الحرارية التي تستهلكها تتكون من هذه الأطعمة المكررة والمعالجة أنت عندما تتناول تلك الأطعمة خلال وجباتك بعد ساعات من الصيام فإنك تحتاج لقدر هائل من قوة الإرادة لكبح جماح رغبتك في تناول المزيد والمزيد من الطعام طيب هناك الكثير من الأطعمة التي لها تأثير محفز للشهية هل ستستطيع مواجهة ذلك؟ يمكنك التخلص من هذه المشكلة بسهولة عن طريق الطهي في المنزل خلال أسبوع من تناولك لطعام مطبوخ ومطهي في المنزل ستشعر بأنك تسيطر على الجوع وستتمكن من الصيام بشكل مريح مع تخلصك من الكاربوهيدريت المكررة وشعورك يوم بعد يوم بالراحة أثناء الصيام تستقر مستويات السكر في الدم وأيضا مستويات الإنسولين بالإضافة لذلك فإن الإنسولين يؤثر على ترطيب الجسم من خلال تأثيره على الكلا مما يسبب طرح الكلا للماء والشوارد وهذا ما يحدث لك عند صيام شهر رمضان فالإنسولين ينخفض ويمكن أن تصاب بالجفاف أسباب عديدة تجعل من المهم أن تبقى رطبا خلال فترة الصيام والجفاف في تأثيراته يشبه الجوع فهو يسبب الصداع والتعب وتشنج العضلات وهذا سيجعلك غير مرتاح قطعا في صيامك طيب كيف يكون الترطيب الجيد والمناسب الترطيب الجيد يتطلب منك تناول كمية جيدة من الماء وتعويض الشوارد المفقودة مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيزيوم ملح البحر أو ملح الهيمالايا وبعض الأطعمة ستساعدك على تعويض الشوارد المفقودة أنصحك باتباع نظام تغذية صحي منخفض الكربوهيدريت وتجنب الأطعمة المصنعة التي تسبب فقدان الشوارد من الجسم عندما تهتم بترطيب جسمك سيكون صيامك أسهل وأكثر متعة وطبعا تناول الماء جزء أساسي من الموضوع يمكنك تناول الماء على شكل رشفات وبشكل منطظم بين الوجبتين الرئيسيتين البعض يتناول المياه الغازية والعصائر ظنا منه بأنها ستساعد الجسم على البقاء رطبا وهذا غير دقيق أنصح بعدم تناولها وتناول الماء بدلا منها لترطيب الجسم إذا واجهت في البداية صعوبة في التخلص من الرغبة الشديدة في تناول المشروبات الغازية والعصائر فإنك بالإرادة والاستمرارية وبتناولك للماء سيكون الأمر كما ترغب وتريد عندما يكون لديك رغبة بتنزيل وزنك مع الصيام وأيضا الحصول على فوائد صحية عليك بممارسة الرياضة والقيام بتمرين من أجل صحة عضلات جسمك وأيضا بتمرين عضلات الصيام وعضلات الصيام لا تختلف عن عضلات جسمك تذكر إذا كنت من الأشخاص الذين لم يرتادوا الجيم أو النادي منذ فترة طويلة فعليك أن تبدأ ببطء لبناء قوتك إن الحصول على الراحة من خلال الصيام يعمل بطريقة مشابهة لذلك اعمل كل يوم على أن تكون الكربوهيدرات والسكريات أقل في وجباتك تدريجيا وزيادة كمية تناولك للماء يوميا أيضا تدريجيا بهذه الطريقة أنت تساعد جسمك بدلا من أن تعمل ضده وأيضا في الصيام المتقطع نقول دائما أن عليك بتمرين عضلات الصيام من خلال بدئك بصيام 12 ساعة ثم 14 ساعة ثم 16 ساعة وهكذا حتى صيام 18 إلى 20 ساعة بالتدريج في أي نظام غذائي أو عادي إيجابية ابدأ بالقليل وتدرج حتى تحصل على الكثير وبالتأكيد بطبيعة الحال حتى مع اتباعك لنظام تغذية صحي وترطيب مناسب وكل ما سبق فهذا لا يعني أن الجوع لن يظهر أبدا خلال صيامك الجوع أمر غير ثابت هو متغير يرتفع وينخفض خلال اليوم وهو يتعلق بمستوى الهرمونات والسكر في الدم الصيام طريقة رائعة لتسريع عملية فقدان الوزن الزائد وتنظيف أجهزة الجسم من السموم والخلايا الشاذة والمريضة سر نجاح الصيام يكمن في التخلص من الأطعم المكررة التي تثير الرغبة الشديدة وأيضا يكمن في بقاء الجسم رطبا بالماء والشوارد وأيضا بالابتعاد عن النشويات والسكريات الجسم يحتاج لوقت للتكيف مع الطعام الجديد وفهم أن الجوع أمر متغير وليس ثابت لا تنسى إضافة لكل ما ذكرته لك أن تعمل على اتباع نظام حياة صحي والامتناع عن التدخين النوم يكون بعد ساعتين من تناول الوجبة المشي هام جدا نصف ساعة في اليوم تناول الماء في غاية الأهمية وأيضا ممارسة تمرين التنفس شهيق عميق وزفير طويل لعشر دقائق يوميا تفائلوا دائما وإياكم أن تيأسوا استمروا وحققوا أهدافكم أنتم رائعون وتستحقون الحياة وذكركم أيها الأحبة بالاشتراك بقناتي وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو كي يصل لأكبر عدد من الناس وتعم الفائدة الأشخاص الذين يدعمون قناتي بميزة شكرا هذه الميزة متوفرة في معظم دول العالم أنا أشكركم من القلب شكرا لكل من يدعم قناتي بمشاهدة كل فيديو من بدايته حتى نهايته وشكرا لكل من يكتب تعليق جميل على الفيديو فهذا يلعب دور أساسي بنجاح قناتي واستمراريتها وشكرا لمن يشاهد فيديوهاتي من أجل الثقافة والفهم والمعرفة ويدعمها بالمشاهدات والإعجاب والتعليقات في كل فيديو وضع التعليق مثبت يوضح طريقة التواصل معي من أجل الحجز للاستشارات الطبية تابعوني دائما كونوا بخير بإذن الله كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته